انا مش بحرف اشوف شغل بسببك الاخواتها مش موجودين انا اعبي يعني اخواتها توقامها مستقبله تدمر خلاص ولا مدرسة ولا صنعة ولا اي حاجة تبخدها معي الشغل وكاد انا مش عايز اقول لك كمة الاحراء اعلا بحضرتك بحضرتك فان انا اسمي احمد ابو المكارم من حافظ القفر الشيخ مركز بيالا وبشتغل عمل في المعمار على باب الله البنت بتعاي من ايه؟ ما هي الكلام ده كان في اخر 2007 كنت سافرت ليبيا وسبتها مع مامتها هي واخوها توقام فبعد ما سافرت بحوالي 45 يوم وشهرين كل ما اكلمها في التليفون تقول لي ده انا محجوزة بالبنت في المستشفى فبريش اخر مرة طب ايه اللي حصل قلت لي مفيش جالها عاية في مخها وقلب علانية بنفس اللفظ كده وبنفس الناس طريت انزل من ليبيا وجرينا في علاجها شوائية وكانت الظروف مثلا تزلت على طول لما عرفت ان البنت بتعاني من مشكلة تزلت حوالي بعدها ب 15 يوم قبل ما جهزت ورق وكده وهي اصلا كانت محجوزة بيها هنا في فبريش وانا بالتاني يوم خليت اخويا ساب اللي في ايده وجالها هنا وطلعها من المستشفى وطبع لها مع دكتور كبير في الممسورة ربنا سهل وخلصت ورقي ونزلت بقيت اجري بيها جينا عايشنا في مصر هنا في 2008 عشان خطر علاجها وكده برضه وقلت الشغل هناك يعني هنا احسن من قفر الشيخ بكتير بس الظروف مثلا بدأت تتلغبط شوية كان تشخيص مرضها ايه بالظبط؟ هو كان التشخيص الاولاني كان دمر في المخ وعرفت بعد كده ان هي الكلام ده بعد المظاهرات بعد 25 يناير او ايام مرسي متهيق ليه كان واحد خدنا وروحنا برضه ومستشفى مش فاكر اسمها وروح دخلناها لدكتور كبير هناك فقالوا عملية وتكسير في الجنجومة وتركيب شراح ومصامير عشان المخ ياخد مجاله ويكبر فدكتور تاني في المنصورة قال لي ما فيش الكلام ده يعني بعدها برضه بفترة وديتها لدكتور تاني فقال لي ما فيش الكلام ده ايا دكتور انا كنت سمع ان فيه كذا 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 على حوار العملية وكده قال لي الكلام ده قبل ما تتم ستة شهور طبعا قبل ما تتم ستة شهور ده انا كنت برا وراجع بعد ما تمت ثمان شهور فما كنتش عارف اي كلام من ده خالص فما كنتش عارف اي كلام من ده خالص قدمت وقتها ان مفروض كنت تعارف قبل ما تتم ستة شهور انا اللي كانت متابعة هنا امهنا سافرت وهي عندها شهرين كانت كويسة اوه كانش فيها اي حاجة خالص ومن ساعتها بقى تفاصلت عن مامتها في 2013 من ساعتها نعايش انه هي واخوتها الوحدين بسبب مصاريف علاجها اطريت انك وليكم تشتغل شغل انت مش بتحبه او نزلته مثلا من ليبيا حضرتك انا راجل صناعية تمام معنديش شغل في صناعيتي باشتغل في اي حاجة تاني ممكن اطلع اشتغل عامل مش فرق عندي مهم ان انا عايش مستورة انا وهيالي منمدش ايدينا لحد ما نقولش لحد تدينا عاجة بس فهي اخوتها بسيب معها واحد مثلا من اخوتها التاني بيبقى معها في الشغل ممكن التاني يسيبها ياخد الفلوس اللي انا سايبها لهم يروح يعود بها في النت يسيبها بالخمسة التساعة لوحدها هنا هي تدايق تخرج الشارع بتقعد هنا تعيط تصوت تلمي الناس عليها بتلعب في اي حاجة بتبهدل الدنيا والدتها سعبتها بقى لها ادي 2013 وقتها ما بتسألش عليها لا يعني بيتروح لهم هما اللي عائلة اللي بيروحوا لها كل فين وفين يعني ممكن كل شهر مرة كل اسبوع مرة على حسب ظروفها هي حضرتك المتواجدة على طول مع البنت انا حتى اخوتها لو برا انا زي ما انت حضرتك جدي كده عالساكت وشفتين ايه انا اللي قاعد بيه ما كانش انا واحد من اخوته يعني اخوها توقامها مستقبله تدمر خلاص ولا مدرسة ولا صنعة ولا اي حاجة بسبب انه هو قاعد مع خلوط الصغير من نوع اللي هو شائع شوية اللي كان يروح المدرسة لان المدرسة كانت في البلد وطبعا اخواتي اللي هنا فيها كانوش بقدر يسيطر عليه وكده فكان يطفش من المدرسة يعني الولد رفض انه هو يدخل المدرسة عشان خاطر يخلي باله من اخده يعني اه فعلا فعلا لما جيت كان قاعد معي هنا طب يا نور روح المدرسة وجيت اروحها عشان المدرسة بكقدير لعني لعني اه ازف już اخدر لعني اهاعد معك وقاعد بخلوط وانت في الشغل مثل ما هي بتتبدلا انه كنت باخدها معاي الشغل وكتير يعني مش عايز اقولك كمة suction مش عارف اولي بصراح لميفش مكان تانى كنت اناسيبي البنت مثلاً فالفترة اللي انت تشتغل فيها لا كنت بوديها حضانه والحضانه عفلت ق επι eggs اروح كاذا حضانه تانى games بس ما كنتش بتطوله عن الشهر كانش بتكمل حتى عشرة يوم خمس وشهر يوم الحضانة بترفضها يعني؟ الحضانة اللي بترفضها عشان خاطر بيقوله مسئولية ومش مسئولية طب إيه الأسباب اللي كان بتخلي الحضانة ترفض البنت؟ والله ما عرفش ما كنتش بعض معهم في الحضانة بس بيقوله ان هي مثلا عضوانية مع العالم بس هي بتقعد هنا فيش أي حاجة كان يعتبر مسئولية كبيرة وضغطة طبعا اه طبعا مش بحرف شو الشغلي بسبب مش بحرف روح الشغل الاخوتها مش موجودين لنا قاعد بيقوله فأنت ما حاولتش تكلم الأم وتقول لها البنت محتاجة رعاية ومفيش حضانة بتقبلها؟ لا والله من ساعة ما انفصلنا ومفيش أي كلام بينهم ما بينها خالص نهائي طبعا هي حتى من نفسها ما قالتش ان البنت محتاجيني ومحتاجة رعاية ومفروض ان هي تقرب معاها؟ لا يعني الأم تزوجت وصابت ليك اه اه سابها لي التلاتة حضرتك بتطلب ايه او بتتمنى ايه؟ والله انا بتمنى ان بنتي تبقى في احسن حياة بس مش عايزة حابها اكتر من كده ابنت عارفة مامتها ومامتها وعارف اخوتها وعارف اخوتها من امها تمان عارفها وماشاء الله عليها نصحة حافظة القرآن شوية احاديث دول واحد اتنين بالفرنساء والانجليزي كل ده نحفظه الله الحمد لله واحنا هادئين كده ابن السلم حدرتك متعلم؟ الحمد لله رب العالم هي مدخلتش مدارس؟ دخلت الاول كنت لسفارياء امارات فكنت كان فيه ناسي انا هتصفرني الامارات وكده فقلت اراح اشوف لها جت هنا وشفت لها زي حضارة كده مؤسسة اسمها ملائكة الجنة في مصر الجديدة بغضبان حضراتك كانوا بيغضوا 1800 كل شهر بيهدت عندهم حوالي من 10 شهور سبب التوقف؟ سبب التوقف ان انا ما سفرتش وما فيش 1000 جنيه كل شهر ان انا ادفع يعني صرفك المادية كانت صعبة بردو وقتا؟ اه يعني بقى لي كم سنة من ساعة هي ما عاشت معايا خلوت والحمد لله الدنيا ماشي على قد مصاريف الاكل والشربة فسهلة تشايف ان مصاريف علاجها بيستهلك بردو كتير؟ والله اللي كان متابع علاجها امها انا كنت بقولك ان مثلا حاجة تفهى خلوت تتوقف عنها لمدة شهر ولا شهرين خلوتها ثبت البنت بالتحديد في سن كامل؟ يعني خلوت مواليد شهر 9-2007 امهم اطلاف 2013 يعني عاشت معاهم سكت سبع سنين ما كاملش سبع سنين بس ايه في الوقت ده يعني في الوقت ده كان مفروض الحضانة اه للأم؟ يعني كان مفروض بس ايه خلاص واحدة مش عايزة ام راح تتجوز وانا مش اقبل ان غالي مثلا يعود عنده جوز امهم او كده ما ينفعش اسمك ايه جميل؟ اسم خلوت اسمي خلوت؟ انتي عارفها ماما وذبح بابا؟ بنحبين قطر؟ بابا وماما بتحبهم لي اتنين؟ א�م انتي ايه اللي بيتعبك ياEndات انا بيضامني كبير مين بيسرح لك شعرك الحلو ده؟ نور مين نور ده؟ الأخوي بيتحبي؟ مين بيلبسك اللبس الجميل ده؟ بابايا ولا نور بابا ونور هما اللي بيلبسوك اللبس ده؟ وليلي بقى بتصحي من نوم كده بتعملي ايه؟ مفيش بتلعبي؟ مين بيأكلك الصبح؟ بابا بابا اللي بيأكلك؟ اخواتك مين؟ اخواتك مين؟ نور وقدهم نور وقدهم؟ وفي النهاية الأب بيطالب المسؤولين بتوفير ضر عائل البنت لأن البنت حاليا لوحدها من غير أم ويعتبر عقق ليه في شغله لأنه محتاج يشتغل ويصرف على أولاده البقيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر